اشتركوا في القناة إلا بالعلم وتحصيله قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلة أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولد الشيخ عبد الرحمن الفارس لعنصرين طيبين فأبوه هو شيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن فارس بن عبد الله بن ابراهيم الفارس استقبل الشيخ عبد الرحمن الدنيا يوم السابع عشر من ديسمبر في عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين للميلاد في شهر رجب لسنة ألف وثلاثمائة وسبع وخمسين للهجرة في منزل الشيخ محمد بن عبد الله الفارس في فريج الفارس في حي الوسط بمنطقة المباركية التي انتقلت أسرته عنها بعد ذلك عندما أصبح المكان عمارات شاهقة إلى منطقة الفيحة سنة ألف وتسعمائة وستين للميلاد وبعد ذلك انتقلت إلى ضاحية عبد الله السالم وشهد منزل الشيخ محمد الفارس أولى خطوات أقدام الشيخ عبد الرحمن وعرف فيه قيمة العلم وفضله وصحب فيه والده الذي كان إماما لمسجد الفارس طيلة أربعة وخمسين عاما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتحدث اليوم عن الوالد رحمه الله أبتدي في سيرته منذ طفولته إلى وفاته هو الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن الشيخ محمد ابن عبد الله الفارس ولد رحمه الله في عام 1937 وكانت ولادتها في منزل الشيخ محمد الفارس في المنطقة المباركية الآن وكان بيتهم بجوار تقريبا سوق الذهب الحالي في حي الوسط في مدينة الكويت بدأ الشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله رحلته العلمية وهو في سن السابعة حيث التحق بمدرسة الملة مرشد لسليمان في منطقة المرقاب وكان ذلك في عام 1944 وتتلمذ على يد كوكبة من العلماء والمدرسين في ذلك الوقت من أمثال الملة مرشد لسليمان والملة سليمان لسليمان والملة فهد المزيد والملة إبراهيم الحوطي والملة ناصر الحوطي وكان ذلك أيضا يعني بالإضافة إلى هؤلاء العلماء والمدرسين فقد كان رحمه الله مرافقا وملازما لوالده الشيخ عبد الوهاب الفارس حيث كان من علماء الكويت الأجلاء رحمهم الله جميعا فتعلم منه الكثير من العلوم الشرعية والفقهية بعد ذلك بعدما تخرج من مدرسة الملة مرشد لسليمان اتجه إلى المعهد الديني وذلك رغبة منه ومن والده أن يستزيد في تحصيل العلوم الشرعية وكان ذلك في عام الف وتسعمية وخمسين فالتحق بالمعهد الديني وكان من ضمن الرعيل الأول الذي انضم إلى هذا المعهد ودرس الشيخ عبد الرحمن في المعهد الديني لمدة ثماني سنوات تقريبا وتخرج منه في أواخر عام الف وتسعمية وسبعة وخمسين وكان من بين زملاءه في الفصل في المعهد الديني كل من الأساتذة الأفاضل الدكتور يعقوب الغنيم وزير التربية السابق والدكتور يوسف المطوع وسليمان العنيزي وعبد العزيز المطر وعبد الرزاق المطوع وسالم عبد الوهاب الرومي وآخرون غيرهم من الأجيال الأولى التي درست في المعهد الديني بعد تخرجه في أواخر سنة الف وتسعمية وسبعة وخمسين من المعهد الديني رغب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أيضا الاستزادة والتحصيل من العلوم الشرعية والفقهية فكانت وجهته إلى جامعة الأزهر في القاهرة فبعد أن أتم دراسته في المعهد الديني توجه إلى جامعة الأزهر والتحق بكلية الشريعة والقانون عن طريق بعثة دراسية من دائرة المعارف آنذاك وطبعا نهل من جامعة الأزهر الكثير من العلوم الشرعية وتتلمذ على يد كوكبة كبيرة جدا من علماء الأزهر الشريف لا نستطيع حصر أسمائهم لكثرتهم رحمهم الله جميعا وتابع هناك دراسته إلى عام 1962 وكان من بين زملاء في الدراسة في الأزهر الشريف في ذلك الوقت الدكتور يعقوب الغنيم وسليمان العنيزي وعبد العزيز المطر وراشد الفرحان ومجموعة أخرى أيضا من الطلبة الكويتيين وكانت هناك طبعا جامعة الأزهر كانت قبلة الطلبة الذين يريدون أن يستزيدوا من العلوم الشرعية في ذلك الوقت واستمر طبعا الشيخ عبد الرحمن الفارس في دراسته في الأزهر إلى عام 1962 ميلادي وعاد إلى الكويت ليبدأ حياته العملية مستفيدا من العلوم التي حصلها على يد أساتذته الأفاضل بعد عودتها إلى الكويت في عام 1962 من القاهرة تحمل الشيخ عبد الرحمن مع جيلة من الرعيل الأول مسؤولية المساهمة في نهضة البلاد كل في تخصصه حيث تسلم وظيفته في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كرئيس لقسم التوجيه الديني وذلك في عهد وزير الأوقاف آنذاك الشيخ مبارك الحمد الصباح رحمه الله واستمر الشيخ الفاضل في تدرجه الوظيفي إلى أن أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله مرسوما أميريا بتعيينه وكيلا مساعدا في وزارة الأوقاف وأسندت إليه شؤون الحج والمساجد في وزارة الأوقاف وكان ذلك في عام 1969 ميلادية واستمر في هذا المنصب إلى عام 1990 ميلادية وهي السنة التي تقاعد فيها رحمه الله وكانت من ضمن أعماله في وزارة الأوقاف أنه كان يحضر باكرا إلى الوزارة قبل الدوام الرسمي بساعة أو ساعة ونصف تقريبا وكان يجتمع مع العديد من الأئمة والمؤذنين ويقوم بتدريسهم بعض مواد الفقه وبعض مواد اللغة وغيرها وبعد ذلك بعد ساعة أو ساعة ونصف يبتدي الدوام الرسمي وكل يذهب إلى عمله وكان للشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله برنامج إذاعي وآخر تلفزيوني باسم دنيا ودين وكان يستضيف في هذا البرنامج العديد من العلماء الأفاضل للرد على المسائل الشرعية كما واضب الشيخ على حديثه اليومي كان له حديث يومي في الإذاعة الكويتية البرنامج الثاني طيلة شهر رمضان المبارك من كل عام قبل موعد الإفطار بقليل وكان ذلك منذ عام 1964 إلى قبيل وفاته بسنوات وكان الشيخ عبد الرحمن الفارس كثيرا ما يتردد على الشيخ محمد سليمان الجراح والصلاة في مسجد السهول الذي كان يأمه الشيخ بن جراح رحمه الله وكان كثيرا كثير الجلوس معه والاستفادة منه وأيضا كان من بين الذين ينهل منهم علمه الشرعي الشيخ عبد الله النوري رحمه الله والعديد من علماء الكويت طبعا كانت منذ طفولته إلى سن متقدم كان كثيرا ما يلازم خاله الشيخ عبد الوهاب عبد الله الفارس كان أيضا من أحد علماء الكويت الأجلاء المعروفين توفي في عام 75 رحمه الله من بصمات الشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله في وزارة الأوقاف أنه عندما تسلم منصبه كوكيل مساعد لشؤون الحج والمساجد كان عدد المساجد في دولة الكويت تقريبا مائتي مسجد وبفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم إشرافه الشخصي وتعاونه مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والمحسنين من أهل الكويت ارتفع عدد المساجد إلى 850 مسجد وذلك كان في العام الذي تقاعد فيه فكان بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم إشرافه أنه قام بتعمير والإشراف على أكثر من 650 مسجد طوال فترة توليه لمنصبه في وزارة الأوقاف بالإضافة إلى أنه قام بتعمير العديد من المساجد خارج دولة الكويت بدأ الشيخ عبد الرحمن رحلته الطويلة الشاقة بحثا عن العلم والمعرفة مبكرا وساعده في ذلك إقامته في بيت يحرص على العلم والتربية الدينية وعندما بلغ سن السابعة التحق بمدرسة الملا مرشد السليمان في منطقة المرقاب وذلك في عام 1363 للهجرة عام 1944 للميلاد وهي واحدة من أعرق وأفضل المدارس الأهلية في ذلك الوقت وتوافرت له كوكبة من الأساتذة الأفاضل الذين تلقى عنهم العلوم فدرس على يد كل من الملا مرشد محمد السليمان والملا سليمان محمد السليمان والملا فهد المزيد والملا إبراهيم الحوطي والملا ناصر الحوطي ولم تكن دراسته على هؤلاء الأفاضل مرة واحدة بل خضعت لسنة التدرج فدرس أولا الحساب والكتابة والقرآن عند الملا فهد المزيد ثم درس عند الملا مرشد نفسه واللغة الإنجليزية درسها عند الملا ناصر الحوطي وكانت الدراسة وقتها على فترتين الصبح والعصر وأما الذهاب والعودة فكانت مشيا على الأقدام على الرغم من طول المسافة من لمباركية إلى مدرسة الملا مرشد في المرقاب وكان شيخك غيره من أبناء أسرة الفارس يحظى بتقدير ورعاية الملا مرشد نظرا لارتباطه مع أسرة الفارس بعلاقات قوية وهكذا شأن العلماء دائما حيث يجمعهم العلم فالعلم رحم بين أهله حديث اليوم عن شخصية عاصرتها شخصية فذة عشت معاها سنوات طويلة في مرحلة السبعينيات حينما كنت في المرحلة الثانوية أذهب إلى ديوان المسباح في منطقة الشعب أوصل الوالد رحمة الله عليه للديوان فكنت أجلس قليلا وأمشي فألاحظ الوالد كان يجلس بغربة شخصية تصغرها بالسن تصغر الوالد بالسن فكنت أسأل الوالد إذا خرج أقول له من اللي تقعد يمة تسولف وياه فقال لي الوالد يسميه الملة بن فارس بوحمد الملة بن فارس بوحمد يقول لي فارس العلماء وهذا الكلام كان كنت بالثانوية وقال لي كلمة فارس العلماء يعني استغربت من هذه الكلمة يعني حينما قال فارس العلماء رحمة الله عليه فهذه طبعا رسخت في ذهني كلمة فارس العلماء وأنه من أسرة الفارس الكرام بلها طبعا كبرنا في السن ودخلنا معحد المعلمين وكنت مدرس أربع سنوات بعدها أربع وثمانين صارت لي ظروف في التدريس فحأحببت أن أنتقل إلى وزارة الأوقاف عام 1984 فأحمد الله تم قبولي كموظف في وزارة الأوقاف فأول ما استقبلت من الشخصيات المسؤولين الكبار في وزارة الأوقاف هو العم أبو أحمد عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمة الله عليه فقال لي بن مسباح شعيبك عندنا هديت التدريس ويتلوغاف فتذكرت كلمة الوالد كان دائما أرددها حط الخير على البركة فقلت له حط الخير على البركة قال حياك الله طبعا حطوني في إدارة الشيء الإسلامية وكان رأسها رحمة الله عليه الشيخ العالم الجليل نادر عبد العزيز النوري أبو عبد الله وعملت وياه سنوات طويلة وطبعا نحن شغلنا الشيء الإسلامية الشيء الإسلامية هو تتبع العمل الإسلامي خارج الكويت تأتيك شخصيات من العالم الإسلامي في ماليزيا في اندونيسيا في البوسنة والهرسك في أي دولة فنحن نستقبله مع الشيخ نادر النوري إذا استعصت على أنه أمور كان يقول لي خروح حق الشيخ أبو أحمد الفارس طبعا أنا عرفته عن طريق نادر هو اللي سهل لي الدخول طبعا فكنت يعني وقت فراقي أحيانا واحد يمل جلسته في المكتب لا بيغير يمشي فكنت أذهب إلى العمب أحمد لاحظت أن دخولي سلس وسهل مو مثل يعني دخولي على المسؤولين الآخرين فتبين أن أموصي العمب أحمد السكرتير قال لذا ياك بالمسباح ما يحتاجي تقول لي والله تستأذن مني يبيديش هذه يعني أكبرت في هذا الرجل هذا الكلمة أن أنا شاب صغير في مرحلات يعني دون الثلاثين سنة طبعا يعاملني كابن من أبناء فأكبرت في هذه الكلمة يعني يقول لي فإذا بني عند مكتب العمب أحمد طبعا كان وكيل وزارة الأوقاف المساعد فيقول لي اتفاضل غير ما يستأذن ويقوم فعرفت بعدين أن أموصي قايل أنا عرفت علماء الكويت في مكتب العمب أحمد الشيخ حسن مراد مناء رحمة الله عليه هذا شبه يومي متواجد في غرفة العمب أحمد وكان طبعا هم يقعدون على طاولة ويتشاورون وأنا أقعد كاستراحة أخذ استراحة وكما يقولون أتنفس الصعداء عند العمب أحمد وأسمع حوارهم الشيخ رحمة الله عليه الملة أحمد عبدالقادر السرحان أشوفه من المترددين الشيخ طاوس من أعمان من المترددين الشيخ سيف الصابري من المترددين الشيخ محمد الغانم كان إمام مسجد بالرومي وبعدها مسجد العواضي وبعدها مسجد شرق جمعية شرق مغابل قصر دسمان كان يأتيني بغرفتي مع الشيخ كامل من مصر هو اللي يمسك إيده كان كفيف شيخ محمد بن غانم كان كفيف وكان عالم وألف أربع كتب وهدان إياهم وكنت أنا صلي مسجده أروح له عند مسجد بالرومي بعد أن نتغل إلى مسجد الشارق بعد أن نتغل إلى مسجد العواضي وهكذا فكان أول ما يطب الوزارة يمرني وأنا مع الشيخ كامل نذهب إلى غرفة وكيل وزارة المساعد الشيخ الأستاذ رحمة الله عليه عبد الرحمن الفارس العمد أحمد وأوصلهم أنا أقعد شوي وبعدها نعمشي وأخلي طبعا هو الشيخ الغانم العمد أحمد كان مدير المساجد سابقا بعد أن يصار وكيل وزارة فأموره كله إشراف على مساجد وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف انهضت نهضة إحنا لحقنا على المساجد أيام الحصير أول السبعينيات أغلب المساجد في الكويت كانت حصير وأنا من ضمن اللي لحقنا عليهم لكن شفنا القفزات التوسع إغلاق الحوش دخول البرادات ودخول التكييف المركزي أو شيء كان تكييف غائم واقف بعدين وحدات بعدين التطور السريع البوست وصولها كان يكتبون عليها خاص وزارة الأوقاف التوسع فكرة أن كل منطقة تطلع يكون مسجد روضة مدرسة ابتدائية مدرسة متوسطة مدرسة ثانوية وجمعية هذه نيزة في الكويت كانت فكان كل منطقة بعدين كل قطعة مو بس كل منطقة صار كل قطعة لأنه يكون فيها مسجد فلهذا التوسع السريع وراء مسؤولين كبار وراء شخصيات وقفت والله كنت أشوف أصحاب المهندسين المعماريين يقعدوا إياهم العم بحمد على الطاولة المدورة ويفتح الخريطة الهندسية ويشرح لأخ المسؤول المهندس وغير أنا مر سنوات أنا طويلة رحمت الله عليه إلى سنة الغزو تقاعد سبحان الله قدر الله أنا يتقاعد شهر سبعة تسعين يعني قبل الغزو بشهر وفقدنا يعني كان لا فقيدة يعني الآن بدأ يدخل جيل الجديد من الشباب المسؤولين مثل الدكتور عاد الفلاح وعبد العزيز عبد الغفور غير أنا عاصرت طبعا وزراء كثير العم بحمد تعامل معاه طبعا هو من أيام عبد الله مشاري الروضان طبعا لاحكت عليه وبعدين المجحم بطرح ما المجحم أنا ما لاحكت لاحكت على الشيخ يوسف يوسف الحجي والأستاذ رحمة الله عليه خالد الجسار وأحمد سعد الجاسر وراشد الحماد ومحمد صقر المعاوى الشرجي ودكتور سعد الهاج مجموعة كبيرة يعني فكان العم بحمد من خيرة الرجال وكان أي شخصية عربية إسلامية تأتي لكويت طبعا تزور نحنا كشؤون إسلامية وتذهب يسألون عن العم بحمد ويخرجون راضين مرضيين نفارحين بدعم العم أبو أحمد وكان إذا جاءت شخصية من خارج عالم إسلامي كان يدون يدون يقول له شنو احتياجاتكم من كوالالنبور من أي دولة يأتي يقول له شنو احتياجاتكم فيقلوا نبي تأثيث المسجد نبي مصاحف نبي كراسي نبي الجهاز السماعة والمكروفون وشذي كان يدون وكان حريص كذلك إذا ياته دعوة إذا ياته دعوة من العالم الإسلامي من الدول الإسلامية كان يلبي هذه الدعوة وكان إذا انتهى المؤتمر كان يأخذ جولة على المسلمين إذا كانت جالية مسلمة أو كان الشعب كله مسلم كان يتفقد المساجد ودور الأيتام وغيره من المسلمين وكان طبعا وغالبا ما يكون هو رئيس الوفد رحمة الله عليه فكان يلبي طلبات المسلمين في العالم الإسلامي أنا كنت عضو في المساعدات الخارجية مع الشيخ نادر النوري وكان يجلس معانا مع الوزارة اللي أنا عدتهم كان لجلة المساعدات رأسها الوزير أو بمساعدة الوكيل أو الموكيل ومساعد وأنا مع الشيخ نادر النوري نجهز ملف كل مسجد دار أيتام كل مؤسسة في العالم الإسلامي أو في أوروبا أو في أمريكا حتى أمريكا الجنوبية يطلبون المسلمين هناك مساعدات كنا نجلس لهذه الطلبات وكان العام بحمد سمح في مساعداتهم كانت بالبداية كانت مئة ألف بعد أن زادت إلى أن وصلت مليون هذه المساعدات كان عطاؤه حافلة وتحمل الشيخ عبد الرحمن مع جيله من الرعيل الأول الذي جنى ثمار التعليم النظامي مسؤولية المساهمة في نهضة البلاد كل في تخصصه وقد بدأ الشيخ الفاضل رحلة عطائه بعد أن عاد من القاهرة إلى الكويت ورحلة عطائه تكتسب أهميتها من كثرة المسؤوليات وتقلد عدة مناصب نظرا لكفاءاته في المهام التي أوكلت إليه ونشاطه على المستوى الرسمي والشعبي كانت وفاة شيخ عبد الرحمن الفارس في صباح يوم السبت الخامس والعشرين من شوال لسنة ألف واربعمائة وتسع وعشرين للهجرة الموافق الخامس والعشرين من أكتوبر لسنة ألفين وثمانية للميلاد ودفن في صباح يوم الأحد وأما المصلين الشيخ يوسف جاسم الحج رحمه الله رحمة واسعة كانت وفاة الشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله في صباح يوم السبت خمسة وعشرين عشرة ألفين وثمانية ودفن في يوم الأحد صباحا ستة وعشرين عشرة ألفين وثمانية وأما المصلين على جنازته العم الشيخ يوسف جاسم الحجي وقامت الدولة مشكورة بإطلاق اسمه على شارع رئيسي في منطقة النزهة تكريما له وتخليدا لذكره رحمه الله رحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة